السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم أعزائي طلاب الصف الثامن وصلنا إلى قاعدة الفعل المتعدي إلى مفعولين الفعل المتعدي أخذناه في الصف السابع عندما كنا نأخذ عن الفعل اللازم والفعل المتعدي قلنا الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله فيتم معنى الجملة به والفعل المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل ويحتاج إلى مفعول به حتى يتم معنى الجملة به إذن الفعل المتعدي إلى مفعولين هو الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني حتى يتم معنى جملة طبعا يا ثامن الأفعال المتعدية إلى مفعولين هي أكثر من قسم ما رح أفصل لك إياها كثير رح تاخدها إن شاء الله فيما بعد أفعال تنصب مفعولين أصلهما كان مبتدأ وخبر وأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وتقسم إلى أربع أقسام طبعا القسم الذي ينصب مفعولين أصلهما ليس مبتدأ وخبر هي أفعال العطاء بمعنى الهبى والعطاء أعطى منحة كسى وألبسة ووهبة لدي أربع ثلاث أقسام لأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أفعال اليقين رأى علم در تعلم وجد وجد أعتذر وألف أفعال التحويل صير رد ترك تخذ اتخذ إذن اتخذ وجعل ولدينا الفعل وهب أفعال الظن ظن خال حسب جعل بمعنى ظن حج وعد أيضا بمعنى ظن وزعم وهب بمعنى افترض هاي الأفعال يا ثامن إن شاء الله بتاخدها في صفوف لاحقة طيب يا ثامن الجملة الفعلية إحنا أخذنا هي فعل فاعل مفعول به صحيح الفاعل ممكن يكون ضمير متصل زي ما أخذنا بي الوحدة السابقة والمفعول به ممكن يكون أيضا ضمير متصل لا تنسوا هون لدينا ثوانينا هون عنا إيش ناهيك أحسن طيب ما بدي تنسوا هدول أوكي طيب يا ثامن حلينا نشوف الأمثل اللي قدامنا لما وجد منير كتابا عن التغذية الصحية قرأه فوجده مفيدا وأخبر زملائه رأيت عجوزا يريد قطع الشارع في ساعته رأيت الصدق طريق النجاة فالتزمت به قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تصير الخصم صديقا بحسن أخلاقك حولت الشمس التلوج ماء فارتفع منسوب المياه في السدود وهب الله الإنسان عقلا ليدير به شؤون حياته طيب حلنا نشوف الأفعال اللي تحت خط وجد منير كتابا وجد فعل منير فاعل ماذا وجد كتابا مفعول به طيب وجدها يا ثامن اكتفت بمفعول به صحيح؟ انظر وجد منير كتابا اكتمل المعنى بهذا المفعول به اذا فوجد الكتابة يعني تقدير الهاء هنا الكتاب اذا شلت الهاء وحطيت كتابا تزبط معي طيب وجد الهاء كمان حكينا من ضمائر ناهيك لا تنسو وجده لو حكيت لك وجد الكتابة وسكتت هل اكتمل المعنى؟ لا اذا فوجده لم يكتمل المعنى بهذا المفعول به سيتعد الفعل الى مفعول به ثاني حتى يكتمل معنى جملته فقال فوجده مفيدا مفيدا هي مفعول به ثاني منصوب بالفتحة عشان هيك رح نرجع هون ونكتب مفعول به منصوب في محن نصب مفعول به أول إذا نصب مفعول به أول مفعول به ثاني انظر رأيت عجوزا يريد قطع الشارع فساعدته رأى هي فعل والت فاعل ضمير متصل ممني في محرف فاعل رأيت ماذا؟ عجوزا مفعول به اكتمل معنى الجملة رأيت عجوزا هل رأيته بأم عيناي؟ إذن سأجيب نعم احتفظ بهذا الجواب أنت رأيت هذا الرجل بعينيك تمام؟ انظر إلى الجملة الثانية رأيت الصدق طريق النجاة رأى فعل التاء ضمير متصل ممني في محرف فاعل رأيت ماذا؟ الصدق مفعول به رأيت الصدق وسكت هل اكتمل المعنى؟ لا إذا أنا مفعول به أول وطريقة مفعول به ثاني هنا هل رأيت الصدق فعليا يا ثامن؟ هل نحن نرى الصدق؟ لا إذن عد معي أيضا يا ثابع يا ثامن أعتذر إلى وجد ووجد ورأى ورأى وجد منير كتابا فعليا هو وجد رأى الكتاب وجده فعليا شيء محسوس ملموس أعتذر شيء ملموس وجد كتاب فوجده مفيدا ما هو الذي وجده مفيدا؟ هل هو الكتاب نفسه ما يحتويه إذن بإحساسه وجد أن الكتاب مفيد لذا هذه ملموسة لكن هذا الفعل محسوس انظر إلى رأى عجوز هي رأى العينية ماذا نعني برأى العينية؟ أي العين الباصرة بما تبصره أنت بعينيك رأيت الصدق هي ليس فعليا بمعنى الرؤية العينية أي البصرية هي برؤية القلب بإحساسك إذن أنت أحسست أن الصدق هو طريق النجاة نكمل لا تحسبوه إذن لدينا الفعل يحسب أو حسبه تحسبوه عند الباء يا ميس هو فعل لعندي الباء هو فعل لكن تحسبوه تحسبوه تمام؟ رح ناخدها كاملا لكن انظروا لما سبقوه لا تحسبوه على وزن تفعلون لكن حدفت النون لأنه ماذا؟ فعل مضارع مجزوم إذن تحسبوه فعل مضارع أكتب معي يا ثامن أعتذر مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة طبعا إحنا هنا أعربنا عشان توضحه الوا وحكينا دائما الأفعال الخمسة فعلها فعلها منه وفيها لا تحسبو الها اكتب يا ثامن معي مفعول به طب قال لا تحسبوه وتوقف لا تحسبوه ماذا؟ لا تحسبوا ماذا وماذا؟ لا تحسبوا أنتم أنه شر إذن مفعول به أول ومفعول به ثانا مش حكينا أي فعل باتصل فيه ضمائر ناهيكة بيكون في محن نصر مفعول به هذا فعل والهاء من ضمائر ناهيكة إذن هو مفعول به أول لا تحسب وسكت لم يكتمل معنا نحن بحاجة إلى مفعول به ثانا إذن شرا مفعول به ثانا تصير الخصمة صديقا بحسن أخلاقك هنا بمعنى التحويل تصير فعل مضارع من تصير؟ تصير أنت الفاعل مستتر تصير أنت ماذا؟ الخصمة مفعول به أول هل اكتمل المعنى تصير الخصمة ماذا؟ صديقا إذن مفعول به ثانا تعدى حولت الشمس الثلوج ماء حولت حولت عند اللام فعل ماضي التأنيث الساكن لا محل من الإعراب حركت بالكسر منعا الالتقاء الساكن في اللغة العربية لا يجوز التقاء ساكن الشمس فاعل ماذا حولت الشمس الثلوج؟ حولت الشمس الثلوج ماذا؟ لسه المعنى ما اكتمل إذن عندي مفعول به أول مفعول به ثانا وهب الله الإنسان عقلا وهب فعل الله فاعل طبعا لبض الجلالة فاعل وهب الله ماذا؟ الإنسان مفعول به وهب الله الإنسان هل اكتمل معنا؟ لا أيضا أنا بحاجة إلى مفعول به ثانا عقلا نأتي إلى المناقشة ونكمل الفعلين اللي إذن تحتموها خطف المثال الأول هما فعلين متعديين تتذكروا لما حكينا حطوا مع الفعل وجدها وجده هو فعل متعدي وأيضا رأيت رأاه فعل متعدي أو رأيته طيب الفعل أول اكتفى بمفعول به واحد وهو الكتاب أما الفعل الثاني فقد تعدى إلى مفعولين الضمير الها والثاني مفيدا وفي المثال الثاني تجد أن رأى يعني العين البصرية أي العين الباصرة أعتذر رأى رأيته عجوزا لذلك تعدى الفعل إلى مفعول به واحد إذن إذا كانت الرأى لأمامي رأى بصرية أو باصرة بالعين الباصرة تأخذ مفعول به واحد ومعنى الجملة تام لهي عجوزا أما الفعل رأى في المثال الثالث تعدى إلى مفعولين حتى يتم معنى الجملة هما الصدق وطريق فلم يكتفي بمفعول به واحد لإتمام معنى الجملة إنه محتاج إلى مفعول به ثانا نسمي رأى هذه رأى القلبية احفظوا اسمها لأن معنى الجملة يتحقق بالفكر أو الإدراك يعني بالإحساس يامس في الآية الكريمة تجد أن تحسب تعدى إلى مفعولين الضمير المتصلها وشرا أما مفعولا الفعل تصيرا فهما الخصم صديقا وحول أثلوج ماءا ومفعولا ومفعولا الفعل وهبا الإنسان عقلا من الأفعال يمس كمان أيضا حكا لنا من أن نحفظهم علم ألفا اتخذ منحا كسا وسألا إلى آخره الفعل المتعدي إلى مفعولين نستنتج ونيجعل استنتاج نخططه يتعدى إلى مفعولين هو الفعل الذي لا يكتفي بمفعول به واحد لإتمام معنى الجملة إنما يحتاج إلى مفعول به ثانا لإتمام معناها الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين كثيرة منها يامس نحفظ رأى القلبية وجد علم حسب صيرا حولا وهبا منحا أعطى اتخذ جعلا ألفا هاي ثامن الأفعال الموجودة عندك نحفظها طيب خلينا نعين الأفعال المتعدي إلى مفعولين مبينا المفعولين أوكي نحدد هذول المفعولين إنا أعطيناك الكوثرة أعطى فعل طبعا إنا فاعل الكاف مفعول به أول والكوثرة مفعول به ثانا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخرة صلاتكم وترا اجعلوا آخرة صلاتكم ما بها وترا إذن مفعول به أول مفعول به ثانا وهذا هو الفعل الفعل المتعدل هو اجعل طيب تكمل أنت البقية أقرأ النص ثم أدع خطا تحت المفعول به الأول وخطين تحت المفعول به ثاني جعل الأردن رعاية الشباب أمرا هاي مفعول به أول المفعول به ثاني نحط تحت خطين تكمل إن وجدت يا سابع ثامن نأتي إلى ميز الأفعال المتعدلة إلى مفعولين من الأفعال المتعدلة إلى مفعول به واحد غاب زميلي فسألت والده سأل الفاعل والد مفعول به إذن هو متعدي لمفعول به واحد اسألوا الله التوثيق أسألوا هنا متعدي إلى مفعولين أسألوا أنا الله ماذا أسأل الله التوفيق مفول به ثاني نحددهم تجيب أنت على الوقية يا ثامن طبعاً بتسلمني الواجب على الواتساب ما تنسى لما أنتهينا يا ثامن من الامتحانات ما أن يقبل الربيع ما أن يقبل الربيع والفاعل ما أن يقبل الربيع حتى يمنح الطبيعة نضرة ويكسو الأشجار حلة وترتدي الحقول بساطاً طبعاً مش أنا اللي حال لهم بساطاً سندسياً فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه ورزق الإنسان نعماً لا تحصى وسقاه ماء وأعطى الربيع سحراً وجمالاً وجعله فتنة نكمل استخرجنا النص فعل متعدل لمفعول به واحد واذكر مفعوله منحة اتفاقية حقوق الطفل أوكي لدينا منعت هذا الفعل منعت ماذا عمالة الأطفال إذن لدينا منعت المفعول به لهو عمالة تكمل أنت الفرع الثاني وهذا هو أيضاً لذلك واجب نذهب إلى الإعراب نأتي إلى الإعراب جعل فعل ماضي مبني على السكون لتصالب ضمير رفع متحرك أنه ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل الكاف ضمير متصل مبني في محر نصب مفعول به أول طبعاً الميم هنا للجمع شعوباً مفعول به ثاناً ومنصوب وعلى منصبه تنمين الفتح الظاهر على آخره ما أظن الساعة قائمة أظن فعل مضارع تكتب معي ثامن أنا المكان لن يسعني للكتابة فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة الفاعل ضمير مستر تقديره أنا الساعة مفعول به أول منصوب على متنصبه الفتحة قائمة مفعول به ثاناً منصوب على متنصبه الفتحة يتبقى لك البقية حتى يتبقى البقية عادي يمس إذن يتبقى لك ما لدينا من أمثلة أو أعتذر جمل للإعراب تعربها وتقوم بتسليم الواجب زي ما حكيت لك يا ثامن على الواتساب يعطيكم ألف عافية نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر